الحديث الحج وأركانه وواجباته وتقدم معنا الكلام عن الأركان والبحث في الاشتراط ومدى تأثيره على الإحرام وهكذا تأثير المرض ولعلي اليوم بإذن الله عز وجل أنا أتكلم عن محظورات الإحرام الإحرام يراد به نية الدخول في النسق في الحال بحيث يمتنع الإنسان عن المحظورات التي نهى الله عز وجل المحرمة أن يفعلها إذا أحرم الإنسان وجب عليه الامتناع عن تسعة أمور أولها ما يتعلق بحلق الرأس فإن المحرم لا يجوز له أن يأخذ أن يحلق شعره ولا أن يأخذ شيئا منه ولا يأخذ من شعر بدنه على الصحيح لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله والمحظور والمحظور الثاني تقليم الأظافر فلا يجوز فلا يجوز للمحرم سواء كان رجلا أو امرأة أن يأخذ أو أن يقلم أظافره فادورد ذلك عن جماعة من الصحابة وحكي إجماعا فلو قدر أن إنسانا احتاج لمرض الأخذ من شعره أو من أظافره فإنه تجب عليه فدية الأذى ففدية الأذى يخير الإنسان فيها بين ثلاثة أشياء أولها إطعام ستة مساكين من مساكين مكة بحيث يطعم الإنسان كل مسكين نصف صاع من الطعام الذي يكتات كالبر والشعير والتمر ومثله الرز والذرة والدخن والأمر الثاني من الأمور التي تحصل الفدية بها أن يصوم الإنسان ثلاثة أيام سواء صامها في الحرم أو صامها في بلده أو صامها في الطريق وإن تتابع فيها فهو الأولى وإن فرقها جاز والأمر الثالث زبح شاة في مكة لمساكين الحرم لا يأكل منها شيئا ولا يدفع في قيمة جزارتها منها لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وقال جاء في حديث كعب بن عجرة أن القملة كثر في رأسه حتى أصبح يتناثر من رأسه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وأن يفتي وتلاحظون هنا أن بعض الفقهاء في هذا الموطن قال من فعل ذلك فعليه دم ولا يريد به أن يتعين ذبح الشات وإنما قصد بذلك أن عليه فدية أذاء يخير فيها بين الأمور الثلاثة السابقة وهذه الأمور من حلق الرأس وتقليم الأظافر أمور فيها إزالة لا يمكن تعويضها ومن ثم ثبتت الفدية على من فعلها سواء فعلها عمدا أو فعلها لإضطرار مثل ما ورد في حديث كعب بن عجرة أو فعلها نسيانا والقول بتساوي المتعمد والناس في هذه الأمور هو المشهور من مذاهب لأئمة الأربعة هناك من قال عدم إيجاب الفدية هنا على الناس وهذا القول ضعيف فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الفدية هنا على المضطر والمضطر أولى بالترخيص من الناس فدل هذا على أن الفدية تجب على المتعمد والناس هنا وإن كان يفرق بين المتعمد والناس في موضوع الإثم المحظور السالس من محظورات الإحرام تغطية الرأس فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه وهذا خاص بالرجال المحظور الرابع لبس المخيط فالرجل ممنوع من لبس المخيط في جميع بدنه والمراد بالمخيط ما تم تفصيله على مقدار الجسم أو جزء منه وهذا يشمل السراويل والقميص والبرنس والخفاف كما ورد النهي عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنه ما في الصحيح وهذا بالنسبة للرجل وأما المرأة فإنها تمنع من لبس المخيط في وجهها ويديها بحيث تغطي الوجه عند وجود الرجال الأجانب بسادل غير مفصل على مقدار أجزاء الوجه ويديها ولذا جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس المحرمة القفازين ولا تنتقب فالنقاب غطاء للوجه فيه تفصيل للعين وخرق للغطاء المواجه للعين فمنعت المحرمة منه لأن المحرمة لا تلبس مخيطا في وجهها ولا في يديها وكذلك في أمر القفازات لأنها مخيطة على مقدار العضو في اليدين لكن لو غطت يديها في طرف عباءتها الجلباب جاز ذلك ولا حرج عليها لأنه غير مفصل على مقدار العضو وقد جاء في السنن من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان إذا مروا بنا قامت إحدانا فسدلت جلبابها فإذا جاوزونا كشفنا لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد في إسناد هيراون يقال له يزيد بن أبي زياد هو من الضعفاء وقال جاء في الموط من حديث فاطمة بنت المنذر بإسناد صحيح قالت كنا نغطي وجوهنا في الإحرام مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وهذا حديث خبر صحيح الإسناد ويبقى هنا فيما يتعلق بأمر الجائحة في موضوع حلق الراج تقليم الأظافر قد يحتاج المريض إلى شيء من ذلك وهو محرم فنقول يفعل به ما فعل بكعب ابن عجرة فيجوز له فعل ذلك ما تحتاج إليه ويفدي وأما بالنسبة لتغطية الرأس ولبس المخيط في البدن فإنه لا تجب فيه الفدية إلا على المتعمد أما الناس والجاهل فإنه لا تجب عليهم الفدية لأنه لا إتلاف فيهما وإنما يؤمر لإنسان بالابتعاد عن ذلك المحظور مباشرة ومن هنا فإذا احتاج إلى تغطية رأسه أو لبس مخيط في بدنه فإننا نقول تجب عليه فدية الأذى يخير فيها بين إطعام ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام أو إطعام أو ذبح شات في مكة لمساكينها ويبقى هنا ما يتعلق ب أمر الكمامات وهذا مبني على مسألتين المسألة الأولى هل الكمامة من محظورات الإحرام الرجال والنساء أو لا إذن عندنا مسألتان المسألة الأولى هل يجوز للرجل المحرم أن يغطي وجهه أو لا يجوز له ذلك فذهب الإمام مالك إلى أن المحرم لا يجوز له أن يغطي وجهه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته لا تخمر رأسه ولا وجهه تخمر يعني تغط وذهب الجمهور إلى أن المحرم يجوز له أن يغطي وجهه وإنما الممنوع منه تغطية الرأس وقال بعضهم بأن كلمة وجهه في الحديث السابق شاذة ولذا لم يخرجها البخاري وإنما أخرجها مسلم وقال آخرون إنما ذكر الوجه في هذا الخبر لأنه لا يمكن ترك تغطية الرأس إلا بترك تغطية الوجه ولذا قالوا بأن الوجه لا يمنع المحرم من تغطيته لعل هذا القول أظهر والإشكال الثاني في الكمامة هل هي من المخيط أو ليست منه فقال طائفة بأنها مفصلة على مقدار العضو بالتالي لا يلبسها المحرم إلا الطرار والذي يظهر أن هذه الكمامات ليست مفصلة على مقدار الوجه وبالتالي فإنه لا يمنع المحرم فإنه لا يمنع المحرم منها وبالنسبة للمرأة عند وجود الرجال الأجانب فإنه يجب على الصحيح تغطية جميع وجهها الأخبار والآثار والآيات الواردة في هذا وبالتالي إذا غطت وجهها بسادل فإنه يكفي عن لبس الكمام الأمر الخامس من محظورات الإحرام الطيب والطيب يماثل تغطية الرأس ولبس المخيط في كونه لا تجب الفدية فيه عند من فعله ناسيا لأنه لا إتلاف فيه ومثله الجاهل وهكذا إذا كان على البدن طيب فإنه إذا كان على البدن طيب قبل الإحرام فإنه لا تلزم إزالته بخلاف ما إذا كان على الثياب فإنه تلزم إزالته وقد ورد في حديث على ابن أميه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبه وقد تضمخ بطيب فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمره فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخلع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق عنك وافعل ما يفعله الحاج يعني من ترك المحظورات ولم يأمره بفدية ما يدل على أن الجاهل لا تلزمه الفدية عند فعل هذه الأمور الثلاثة لعدم الإتلاف فيها والأمر السادس من محظورات الإحرام الصيد والأمر السامن مقدمات الجماع من التقبيل والمباشرة والضم أن المحرم يمنع من ذلك والأمر التاسع من محظورات الإحرام الجماع لا يجوز له أن يجامع ما دام محرماء يبتدئ حضر هذه الأمور من البداية الإحرام وهناك تحلل أول يحصل بفعل رمي الجمار والحق أو التقصير فيباح كل شيء مع عداء أمور النساء فإذا تحلل التحلل الثاني بالطواف طواف الإفاظة جاز له حتى ما يتعلق بأمور النساء بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلني الله وإياكم الهدات المتدين وتقبل الله من الحجيج حجهم وردهم إلى بلدانهم سالمين كما أسأل الله جل وعلا أن يوفق ولا تأمرنا لكل خير وأن يجزي خادم الحرمين سمو وولي عهده كل خير على ما يفعلونه لتيسير أمور الحج هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصحبه شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة